السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله بعد حياكم الله واني خواتي في حلقة جديدة برنامج آية وفايدة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 238 حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى ثم قال وقوموا لله قانتين طبعا هذه فائدة عظيمة مهمة جدا واني خواتي متعلقة بالصلاة وهي أن الإنسان إذا صلى عليه أن يخشع في صلاته عليه أن يتوجه بجسمه وبقلبه إلى الله سبحانه وتعالى نعم نحن لما نصلي يجب علينا أن نتوجه إلى القبلة وقبلتنا الكعبة في مكة المشرفة ولكن الأهم من التوجه البدني قضية أن الإنسان يتوجه في قلبه يعني شو نقصد أن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى أو خاشعا في صلاته وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله من الناس من يصر من صلاة وقد كتب له من الأجر يعني نصفها ثلثها ربعها خمسها إلى أن قال عشرها سبحان الله يعني في مننا أخواني أخواتي اللي بعد ما يخلص صلاة مثل صلاة فجر أو صلاة الظهر عنده بس نص الأجر من الصلاة وفي مننا بس محصل ربع الأجر وفي مننا بس العشر يعني عشر بالمية وطبعا في ناس ما يكتب له الأجر في صلاته طيب شنو السبب من الأسباب قضية الخشوع في الصلاة والقنود في الصلاة لذلك قال الله سبحانه وتعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ في البداية كان يجوز للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة يعني مثلاً يكون واحد واقف وهو يصلي فيقول لمن بجانبه كيف حالك لماذا تأخرت ما طعامك اليوم مثلاً فكان يجوز لهم أن يتكلموا ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ خلاص إذا أنت قمت في الصلاة فعليك بماذا؟ بالطمأنينة والخشوع وأن لا تتكلم إلا طبعاً بأذكار الصلاة لهي الله أكبر سبحان ربيه العظيم وسبحان ربيه الأعلى والتلاوة أثناء القيام طيب لماذا حتى يكون الإنسان مركزاً في صلاته لله سبحانه وتعالى أيضاً نستفيد من هذه الآية وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قضية الإخلاص هذه طبعاً من أهم الأمور في الشريعة الإسلامية قضية الإخلاص أن يجب أن تكون صلاتنا لله ما يجوز أن أنا أصلي بس عشان أري الناس أن ترى أنا أصلي أنا كل فرض أصلي في المسجد في السطر الأول عشان الناس تتكلم عني تكون الصلاة باطلة وتكون مردودة لأنه لم يخلص العمل لله سبحانه وتعالى بل ليس فقط في الصلاة بل جميع الأعمال يجب علينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا والله شيء عظيم إن الإنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى قد يجد الإنسان الصعوبة أنا شلون أن أنا أقوم من الليل وأصلي ساعة ساعتين ثلاث ساعات وما حد يدري عني أنا أصلي في المسجد مثلاً أأتي إلى صلاة الفجر قبل الناس وما حد يشوفني ترى قد هذا يكون فيها صعوبة يمكن الشيطان يأتي لهذا الإنسان ويقول ليش أنت رايح المسجد في الوقت هذا ما حد يدري عنك ما حد يشوفك انطر على الأقل لناس تشوفك تمدحك وتذكرك في الخير سبحان الله يكون في معالجة ويكون في مدافعة بين وساوس الشيطان وكذلك النفس التي تدعو الإنسان ليرضي ربه ووحده لا شريك له أكرم بقوم أكرم القرآن وَهَبُوا لَهُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَبْدَانَةَ قَوْمٌ قَدْ اخْتَارَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ لِتَسْيْرَ مِنْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ماذا كذلك نستفيد من هذا الجزء من الآية قضية القنوط يقول العلماء معناه دوام الطاعة أي على الإنسان أن يحرص على المداومة في طاعة الله سبحانه وتعالى ما نريد من الإنسان أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى في المواسم والله أنا أحرص على الصلاة فقط في رمضان وفي العشر الأوال من الحجة وإذا رحت الحج أو إذا رحت العمرة لا يجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما في إجازة عن الطاعة بل الراحة في طاعة الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أرحنا بها يا بلال يعني أقم الصلاة كان هو المؤذن بلال رضي الله تعالى عنه فيقول له أرحنا بها يا بلال فالراحة كان يجدها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة القرب من الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب من يكون العب من ربه وهو ساجد سبحان الله وهكذا كل المؤمنين يشعرون بالراحة في الطاعة وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى كذلك من هذه الآية نستفيد قضية أن الإنسان علي أن يخشع بجوارحه كذلك في الصلاة يعني لا يتحرك حركة كثيرة الواحد واقف هو للده سبحانه وتعالى أثناء الصلاة يتشوف ساعته طيب ويحطه هنا مثلا مخباته بيطلع الكنولكس ويتلفت يمنتين ويسرى لا عليه أن يخشع في صلاته ينظر في موضع سجوده يقف لله سبحانه وتعالى باحترام وبطمأنينة وبسكينة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لأحد الصحابة كان يتكلم في صلاته وهو جاهل في أحكام الصلاة أو في بعض أحكام الصلاة فوضح للرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أن هذه الصلاة لا يصلح منها شيء من كلام الناس لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كان قد تكلم أثناء الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكره لا لا يصلح الصلاة هذه للذكر أن تت فيها القرآن أثناء القيام تسبح أثناء الركوع والسجود وإذا جالس التحيات تقول التحيات وكذلك تصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نستفيد من هذه الآية أخواني أخواتي أو الجزء من الآية وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ في قضية مهمة اللي هي تعظيم رب العالمين شنو معنات أن يكون في قنوط لله سبحانه وتعالى أنك تعظم ربك سبحانه وتعالى فهذا أمر مهم جدا أخواني أخواتي أن الإنسان يعظم رب العزة في قلبه ويظهر ذلك على جوارحه طبعا لله المثل الأعلى مثل لو الإنسان أراد أن يقابل وزيرا أو أميرا أو ملكا أو رئيسا الذي يصير يقابل بخشوعه ويعني قد طأطأ برأسه وبصره فكيف بالإنسان أمام رب العالمين وهو يخاطب رب العالمين في الصلاة فيقول اهدنا الصراط المستقيم هذا طلب من الله سبحانه وتعالى ورب العالمين يجيبك في هذه الصلاة فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت يمنة ويسرى في صلاته وينشغل عن رب العالمين في صلاته إذن في قضية مهمة جدا إخواني نستفيدها من هذه الآية الجزء من الآية قضية لهو الاحترام للصلاة وأبو أخي نقول تعظيم رب العزة سبحانه وتعالى فالعبادة لابد أن يكون فيها تذلل لله سبحانه وتعالى لأن أصل العبادة شنو هي العبادة؟ هي تذلل ذل لله سبحانه وتعالى مع حب لازم الحط الشيين ويبعض أنت شنو معنات أنك تعبد الله سبحانه وتعالى؟ تذلل نفسك له حباً لله سبحانه وتعالى طبعاً طمعاً في جنة وخوفاً من ناره هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم وقوموا لله قانتين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القنوط في الصلاة والخشوع والطمأنينة في الصلاة واليه تقبلها منا جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته